موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجزة أخبار الآن أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان اتفاق الأطراف المشاركة في اجتماعات أستانا بشأن سوريا على تفعيل مناطق خفض التصعيد الأربع في بيان صادر عاقب اجتماع أستانا فأن روسيا وإيران وتركيا ستتولى الرقابة في منطقة خفض التوتر الرابعة في إدلب السورية وأكدت الخارجية الكازاخية أنه تفق على إنشاء لجنة ثلاثية بمشاركة الدول الثلاث الضامنة أفاد مصدر عسكري عراقي بانطلاق قافلة تضم قيادات لداعش من مدينة عانا وراوة غربي العراق باتجاه الأراضي السورية وقال المصدر إن معلومات استخباراتية أكدت أن القافلة تضم عددا من القيادات الأجنبية اتجهت نحو سوريا إثرى الاستعدادات الكبيرة التي ينفذها الجيش العراقي لتحرير المدن الغربية من احتلال داعش يتداول الكونغرس الأمريكي مذكرة قدمها نواب جمهوريون تدعو رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان أن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة وأن طهران لم تم تثله وتدعو المذكرة لفرض حظر اقتصادي عالمي على إيران إذا لم تستوفي شروطا محددة في الاتفاق النووي خلال فترة تسعين يوما بما في ذلك فتح مواقع عسكرية أمام المفتشين الدوليين أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن الإجراءات التي تخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصارا وإنما مقاطع نابع من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والأفراد الإرهابية ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها قتل الجيش اليمني ثمانية مسلحين من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح في محافظة الصعدة القريبة من الحدود السعودية هذا وتشهد بعض مناطق صعدة معارك متكررة منذ أكثر من عام تمكنت فيها قوات الجيش من السيطرة على عدة مناطق ومواقع بمساندة من قوات التحالف العربي أفادت تقارير صادرة عن الشرطة البريطانية بأن اعتداء لندن نفذ بواسطة عبوة الناس فيدوية الصنع وكانت قد أعلنت الشرطة البريطانية ووسائل إعلام محلية اليوم وقوع انفجار في محطة مترو أنفاق غربي العاصمة لندن أدى إلى نقل ثمانية عشر شخصا إلى المستشفيات أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن اجتماعا طارئا سيعقد اليوم الجمعة حول عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي فوق اليابان مجددا أفاد دبلوماسيون بأنه قد تقرر أن يكون الاجتماع مغلقا شكرا